أهلاً وسهلاً بكم مرة ثانية تعالوا كده نطمنكم في الأول عن العالم بيتكلم النهاردة عن فيروس ماربرج وده اسم الفيروس وده بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن وفاة تسع حالات في غينيا الاستوعية فيروس ماربرج هو المفروض أنه مش فيروس جديد خالص هو معروف سابقاً ببساطة باسم حمى ماربرج النازفية يعني اللي بيحصل أنها حمى نازفية فيروسية وهي شديدة العدوى بتنتمي إلى نفس عائلة مرض فيروس الإيبولا وتم اكتشاف المرض ده سنة 67 طيب إذا كان هو يعني من عائلة الإيبولا أو بيقترب منها ربنا يكفيكم كل شر ويبعد عن مصر كل شر وطبعاً حالة من الجدل كبيرة جداً وصرت صحة عندنا الحقيقة يعني أخذت إجراءات سريعة علشان تطمئن الناس وإحنا بناخد نفس الإجراءات في التاسعة لطمئنة الناس بدل ما يبقى فيه كلام وانتشار كلام ما لهوش أي معنى عاجل جداً قطاعات الوزارة كلها الحقيقة أدركت وتحدثت عن هذا الموضوع ولكن خلينا كده نروح لدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة علشان هو يطلعنا بنفسه عن هذا المرض وما نفته أزارة الصحة المصرية مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم يعني هذا الفيروس اللي برضو احنا كل يومين بيطلع لنا حاجة تيجي من أوروبا تيجي من الصين تيجي من أفريقيا كلمنا عن ماربرج النزيفي ده حكايته ايه بالضبط يعني دائما حضرتك بكرتي في بداية المقدمة أنه ده بعيروس من عائلة اللي بولا تم اكتشاف أول إصابة به في سنة 1967 في ألمانيا وصربيا في شهر يوليو تم اكتشاف حالات في غانا ولهذا أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه ضائرة مفير للقلق وبيتم دراسته هو بايروس ينتقل أصلا من الحيوان ويصيب الإنسان طرق العدوى ليست تنفسية يعني لا ينتقل عن طريق الهواء والرداد وإنما ينتقل من خلال ملامسة سوائل الإنسان المصاب بي أو الحيوان المصاب بي وبالتالي فهو ليس سريع الانتشار وإنما يحتاج إلى ملامسة للسوائل سواء كان دم سواء كان إفرازات سواء كان مخاط وبالتالي احتمالية انتشاره بشكل وبائي كبير ليست مرتفعة لكن لأنه إذا تم اكتشافه متأخرا أو تأخر يؤدي إلى الوفاة فمن المهم أنه بفيه إجراءات احترازية الحمد لله إحنا ما عندناش أي حالات في مصر لكن ودارة الصحة للحفاظ على النصر الخالية قامت برفع درجة الاستعداد في المناسب سواء كانت برية أو بحرية أو جوية وفي نفس الوقت رفع درجة الوعي لدى السادة العاملين في القطاع الصحي في المتشفات الصحة في المتشفات القطعة في المتشفات الجامعية بطرق الاشتباه التشخيص أليات العلاج وما إلى ذلك طب السؤال هنا اللي حيسأله أي حد بيسمع حضرتك يا دكتور هيقول هو بيبان إيه على الشخص يعني هي بتبقى حمى بيجيله نزيف على طول ولا هو بيبان عليه أعراض استباقية حمى يعني يرتفع في درجة الحرارة إسهال وقاء وطباع وإعياء عام ثم بيحصل بقى لقدر الله إذا تطورت الحالة النزيف الداخلي وما يترتب عليه من رفع طيب يعني حضرتك طمأنتنا وإحنا بنؤكد من خلال كلام حضرتك بأنه لا يوجد أي حالة من هذه الحالات موجودة ووزارة الصحة تأخذ كل الاحتياطات والإجراءات في المنافذ المصرية بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عبدالغفار متحدث باسم وزارة الصحة